شاهد الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم المجندين المشاركين في العملية الشاملة سيناء 2018 والذين تنتهي مدة خدمتهم في الاول من ابريل 2018 بدأت مراسم الاحتفال بعرض استفاف للجنود من قوة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر من قوات الصاعقة والمظلات وقوات التدخل السريع الذين شاركوا في العملية الشاملة سيناء 2018 حيث استعرض اللواء اركان حرب واحد عزة رئيس هيئة العمليات دور القوات المسلحة في حربها على الارهاب وما تم تحقيقه من نجاحات كبيرة والتي اثبت رجالها كل يوم ولاءهم لمصر وشعبها الابي والقلواء اركان حرب عبدالغاني حسن الصغير رئيس هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة كلمة اكد فيها ان دفعة ريديف ابريل 2018 المتواجدين بالوحدات المشاركة في العملية الشاملة سيناء 2018 قد ابدوا رغبة اكيدة في الاستمرار في تنفيذ المهام المكلفين بها للقضاء على الارهاب نظرا لما يتمتعون به من كفاءة قتالية عالية وقام الفريق اول صدق صبحي بتكريم عدد من ابطال القوات المسلحة ومنحهم نوط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة الذي صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على منحه لدفعة ريديف ابريل 2018 تقديرا لتفانيهم في خدمة الوطني وصون مقدساته كما صدق القائد العام على اطلاق اسم الشهيد جندي مقاتل بطل محمود احمد محمد عبد الرازق على دفعة ريديف ابريل 2018 وفي نهاية الاحتفال نقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للجنود واسرهم على الجهد الذي بذلوه في تنشئة هذا الجيل من ابناء الوطن ابناء الابطاء من الرجال القوات المسلحة لقد سترتم اليوم صفحات مجد وفخار تضاف الى سجل العسكرية المصرية وكنتم قدوة للاجيال القادمة في البذل والتضحية والشرف والفداء وسيظل ما فعلتموه من تلبية لنداء الواجب بدافع الوطنية المخلصة بارادتكم الحرة لحين الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية الشاملة سيناء الفين وثمانية عشر مبعثا للفخر والاعتزاز للاجيال المتعاقبة من رجال القوات المسلحة كما ستظل نذكر بعظيم الاجلال ان دفعة رديف الاول من مارس العام الفين وثمانية عشر من الابطال قد قدمت لمصر شهيدا منها فكان وساما على صدر هذه الدفعة من الابطال واذ كان اباؤكم قد سطروا بدمائهم اروع امثال البطولة والتضحية على ارض سيناء الحبيبة حتى تحقيق النصر في السادس من اكتوبر عام الف وتسمائة وثلاثة وسبعين فانتم اليوم بعطائكم وتضحياتكم تستكملون مسيرة الابطال والعل ما يتم الان على ارض سيناء الحبيبة لهو خير دليل على اننا مستمرون وسنستمر بالتعاون مع رجال هيئة الشرطة البواسل في مواجهة كل صور الارهاب والتطرف حتى يتم القضاء عليه نهائيا بكل صلابة وقوة حافظ الله مصر وحافظ شبابها وشعبها العظيم حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الجامعات المصرية